اتهمت لجنة النزاها النيابية القضاء بعدم جدرته في ملف محاربة الفساد وبيّنت أنه يتعرض للابتزاز والضغط السياسي منذ عام 2003 إلى اليوم عضو اللجنة طاه الدفاع قال إن عدم قدرة القضاء لإصدار أحكام قطعية بشأن ملفات الفساد دفع الحكومة للاستعانة بمحققين الدوليين وخبراء لمساعدة العراق في ملف محاربة الفساد مضحا أنه لم يصدر بيان أو توضيح رسمي واضح من قبل الحكومة بشأن عمل المحققين باستثناء ما يتم تداوله في وسائل الإعلام